اطلق مسؤولون عن الغابات في مدينة تيد هانوشكودي بجنوب الهند 131 من صغار السلاحف المهددة بالانقراض في البحر وكان افراد دوريات دائرة الغابات قد جمعوا من شاطئ البحر 135 بيطة وضعتها السلاحف واحتفظوا بها داخل مفرخة لأكثر من 50 يوما حتى الفقس وقال ماريموتو من منظمة الحفاظ على الحياة البرية في منطقة رامانا تابورام ان اربع بيطات لا تزال في طور الحضانة وان دائرة الغابات تطلق بانتظام صغارا لانواع نادرة من السلاحف البحرية التي يؤثر عليها بالقرب من خليج مانار وخليج بارك وبحسب صندوق الحياة البرية العالمي فان السلاحف البحرية موجودة منذ اكثر من 100 مليون عام الا ان اعدادها تضاءلت بوتيرة سريعة بسبب صيدها او وقوعها في شباك صيد الاسماك اشتركوا في القناة